اسمع مليح هذه فائدة مهمة جداً نحن نعطيها لك لماذا لا تزوجوش برك فائدة مليحة خطرش كان بزاف ناس غلطين في اختيار الزوجة غلطين غلطة تروح تحوس على ذات الدين والخلق وبعدها تشوفها جميلة ولا مش جميلة غلطة وتفور بذات الدين تاريبت يدك هذا الحديث هذا الدين تحوس عليه بعد الجمال فهم مليح الرسول عزة سمكان لانه الاصل واذا نظرت اليها اصرتك باش تقنعك المرة هذي تعد تصبر على العوجة التحاشوية قاله نازل تكون جميلة بالنسبة لي كنتا لان الجمال نسبي تقدر تعجبك انت ما تعجبش احد اخر فالان قالوا هل لا نظرت اليها ارجع انظر اليها قالوا ما شبتاش لانه كان بعض خوت نمسا كان قوة الايمان ما شاء الله وشي حوز طالبة علم لازم واحدة بنتيمية في الدار وطالبة علم طالبة علم طالبة علم لا جيب واحدة من دينام تخلقها جيبها امرأة ماشي حديدية امرأة بالحم وبالأنوثات تحها والعظم انسان انسان عادي أنوثتها بالأنوثات تحها بالأم ومتحها بالعوجة لك تعلم مراهدك معها وكان ما تقوليش مع وجه هكدك ما يجيش مليحها وتتعايش معها انت وتصبرها على هبالها وتصبر لك هي على هبالك وتعيش ومشاء الله كما هكده در ربي القانون ربي در القانون هكده قالت ما تعبها وهي عوجها يجيش يسدي ما يكسرها تطلقها حبي يرجحها راجل هكده طالب تعلم مستقيمة كيش هده الصورة هذه نحيها مراسك امرأة وش معتها طالب تعلم تقف عند الحلال الحرام تسمع دوره وستديها معك المسجد تسمع تقولك شوفي شوفي وش قال الشيخ في هذي وش قال العالم فلاني في هذي تقولها الحرام تقولك نعم تحب تقرأ تطلب العلم على روح الله يسهل اما لك ديرم تخيل اقدر حاجات ومن بعدك يجيبها انت يا شوفها شوف انسى برامة زيلات ومتبرجات كده وتدخل شوفي مرات ما تعجبكش على هذيتها مدينة متخلقة قالت له يا رسول الله انا اللي ادخلتكم في الموضوع هذا اطول قالت له يا رسول الله خدشاني فنان فيه اني قاري بزف احد يتوسفدنا بزف العلماء نعرفه قالت له يا رسول الله يا رسول الله مرة جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله هذا الراجل اني مزوجة معاه لا اعيب عليه دينا ولا خلوقان ما تربي ما تخلق ما شاء الله يقوم الليل يصمدها ولكنني اكره الكفرة بعد الايمان ايه ولزم على قرومانسية لزم مرات تحب الراجل الراجل يحبها ويتعجب ويعجبها ايه شي طالبة تعلم ولا متحجبها برك ولا مدينة برك ولا متخلقها برك الرغبة بينك وبينها انسانية فيزيولوجية كما حبيت تسميها متكذبش على روحك فيها اول حاجة تعجبك لازم صورتها وهي نفس الشي لازم تعجبها انت تعجبها مليح وهي تعجبك مليح ومن بعدها روح سقسي روح سقسي الناس من دينة هذه المرأة ما شاء الله ما شاء الله ويش تقولوا فيها ما شاء الله قديها تجيبها انت هي تسقسي عليك تروح للإمام هي تسقسي اللول هو اللول لقى لها الإمامنا هذا ما نعرفوش ما يصليش معانا ما زيش تسقسي عليه حتى واحد زيش تسقسي عليه ما يعرفوش الإمام وما يعرفوش أهل المسجد أصحاب الصف اللول مسجد عشر عشرين ثلاثين ربعين ما يعرفوهش هذا الإنسان هذا مين نسقسي عليه في البارة أنا الإمام ما يعرفوش شاء الله ويش مسجد تصلي انت قال أنا ما نصليش في المسجد هذا غدوة من غدوة نجو إليه يتدارب معاك نقول له عند الإمام خليك من هذا الإنسان فرضونا دينه وخلقه فلذلك الآن احنا هابلنا احنا روحنا الواحد الشي ما عندنا ندخيلوا نديرنا واحد صوب في رأسنا وحبي نمشوه العائلة كامل خسرت شهر شهرين يتضاربوه شهر شهرين يكرح حياته يقول لي هو ما يقدر يطلقها عنده دراري يبدأ يسئل أخلاق تاعه وهي تبدأ تتلون له من طريقة واحد أخرى ويقول لي معركة في البيته ويدخل بالكاسك يدخل بالكاسك سمع لها نديروا هذا شي هذا لأنه غالطين في الحياة انتاعنا غالطين ما يعطيناش قيمة للحالة النفسية انتاعنا اللي اعطاهنا القرآن هو اعطاهنا احنا لا ما يهمش ما يهمش جيبها كما احبيت المهم تكون مدينة وتخلقها تضرب شهر شهرين السلام عليكم نكرامنا لا لا ترضى بها بشكلها قبل هو فلذلك جويريا قالت عايشة خرج النبي عليه الصلاة والسلام شافها عجباتك قالت له انا يا جيت نطلب منك نشوف حابا لمدراهم باش نعتق نفسي من عند الانسان اللي هو سيد انتاعي فقالها انا لتولى لك ونزوج بيك فالنبي عايشة مخلص عليها حررها ولات حرة وتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويريا بنت الحارث بن ذرار الحارث بن ذرار هو سيد القوم بعدها اسلم الحارث بن ذرار واسلمت القبيلة كلها في بني المصطلق وصارت أمة مسلمة نكمل بعد الآن